السلام لبنات ومرحبا بكم في قناة ام تاميم ان شاء الله كامل تكونوا ملاح وبخير وعلى خير وصفتنا لنهار اليوم راح تكون حلوة الطابع تجيب بنينه وتجي الدب في الفم نتمنى ان شاء الله من قلبي تعجبكم هاد الوصفة كنت دي جدرتها معكم في الروتينة السابقة هكا بش كيتحوسوا عليها تلقوها بكل سهولة بالنسبة للمقادير لبنات نسحقوا كيلة عبيض كيلة عزيت كيلة عسكر عادي هنا يالكيلة اللي تحبوها كيلو بيها لفاني لزاس دي سيتخون ونسحقوا كيسون ونستع خميرة كيميائية ونطموه بالفارينا بالنسبة للتزيين نسحقوا حبة عالبيض وليزامون دي فيلي تقدرو تبدلوهم باي حاجة تحبوها اول مرحلة نقوم بيها هي نخلط البيض والسكر مليح مليح بالباطر مع شوية عالفاني هكا بش تنحينا ريحة البيض حتى نتحصلوا على قوام كريمي يعني قريب كيمت على جينواز خلطوهم مليح لازم يدو بالسكر بس كيلة ما دابلكمش السكر راح تجيكم حلوة الطابعة تاكم يا بسا بعد ما خلطهم كيماشتو ضفت لهم الزيت الكيلة عزيت وشوية تعمب شور البرتوقال هنا تقدرو تبدلوه بلوزاس دي سيتخون وتقدرو تكتافي غير بلافاني هادي هي نزيد ندربها شوية يعني في كل مرحلة خلطو تحبو بيتكم ولا بالباطر بينسو بيتكم راح تشدلكم يعني شوية الوقت هادي هي من بعد البنات نبدأ نطم فيها بالفارينة مكاش ما اسهل من هاد الوصفة والطابع مكاش لي ما يحبوش كامل نحبوه معاقي واحلي بالله الله مكاش كي ما يعني لي قاتوسة كخير من هادو كل الحلوية تعلوز وتع الشوكولة وكامل هنا يدرت كمية تعلفارينة وزيت معها الكيسونس تعلخميرة كيميائية نقعد نلم فيها منعجنوهاش دايمن الحلوة منعجنوهاش نلمها حتى تحصل على العجينة تكون طرية هادو ما الحلوية تتعزيت لازم العجينة تخلوها طرية سينو يعني يجوكم شوية يابسين هادي هي لميتها كيميشتو غطيتها بابي سيلوفان وخليتها ترتاح حوالي اربع ساعة رح توجد لي مول توعينا رح ندير طابع تعل الخاتم تعل وردة تعل الخامسة والطابع مدور وانتو ما اي طابع تفضله تقدرو تديروه هاي ليك دايمن نستاعين بالصاشي الكاش مو بتادي او لا بسك حلوة الطابع تلسق بالبزاف ومن الاحسن الصاشي هو اللي يساعدكم واللي ما عندهاش صاشيات ولا تقدر تتعوضهم بالبابي كويسة رح تكون يعني خدمة عاملية نفتحها ماشي رقيقها بزاف وماشي خشينا بزاف حوالي واحد سنتيم ولا واحد دون السنتيم بسك حلوة الطابع من الاحسن تجي شوية خشينا باش تطلع لكم في الفوق وتجيكم شابة هنايا حكمت سني وتاعي ما كانش عندي لي بابي كويسة لازم نرشها بالفارينا كيما قلت لكم الحلوة الزيت تلسق ويعني شوية صامطة كيما نقولو بديت نطبع فيهم الاشكال اللي تحبوهم انا هنايا حبيت نديرهم على هاد الاشكال وهم بلوس حبيت نديرهم حبيبات صغيرين بعد ما كملت كامل عجينة تاعي بديت ندهن فيهم بصفر تاع البيت اللي كنت زيتلو شوية تأخل ومن الفوق رح هنزينهم بلا زامان ديفيلي تقدرو تبدلوهم بالسكر تدردلو لهم شوية تاع السكر تقدروت يعني تديرو لهم لبيبيت وشوكولة لكم الاختيار تديرو هاداك الفرميسة لتعليكولغ ولا الفرميسة لشوكولة يعني التزيين كل وحدة وشيكون متوفر عندها الجد بالموجود هادي هي هنايا عمرتهم كامل وصخنت الفرم تاعي على اعلى درجة وندخلهم يطيبو نديرهم يعني على نار متوسطى حوالي عشرين دقيقة ولبلك خمسة وعشرين دقيقة ويكون الطابع تاعي واجد هايلي كلبنات درتلي يعني كمية معتبارة تلقوجة ثلاثة سنيوة الله يبارك ستفتهم في هادا العلبة تاع البلاستيك هكا بش يعني يزدي يطرة كتر وعلى بلكم هادا الحلاوي قد ما يقعدوا وتغلقوا عليهم يعني في علبة راح يولوا طريين ويشدوا لكم حتى لشهرونس يعني الوحدة اللي تحب تخدم كونتيتي وتخبيها ننصحها تدير هادا الطريقة هايليك غلقت عليها حطيتها هنايا فوق الطابلة يعني الاستعمال اليومي وهدي الابوات راح نخبيها في ام بلا كاغولة يعني بش نكي خلاص لي تاع الباطة اللولة نجبت تاع الباطة التانية هادي هي واسمحوا لي البنة مقسمت لكم ش حبا قدامكم بصح صدقوني يجي يدوب في الفم يجي بزاف طريق وملداخل يعني متقب اون دي غي يعني لابونج ولا ولا غر صدقوني يجي بزاف بنين هنا يلحقنا لنهاية على فيديو كنت نخسل في هادو كل مول وسنيوات وكامل نبقى لغنق لكم تهلا وفر وحتيكم تلقوا في وصفة جديدة ان شاء الله السلام ترجمة نانسي قنقر